السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا مامي عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير بنكمل مع بعض منهج الكيجي عندنا في المنهج 3 كلمات المفروض يعرف عليهم 3 جمل انا جايبا لكم النهاردة 6 جمل الافضل او الاسهل بالنسبة لابنك يحفظهم عشان يكون عارف ده شفوي ممكن تقولي ان هو ده لسه في الكيجي ومش محتاجين الحاجات دي لا صدقيني الاطفال في السنة ده بيبقوا اسكية جدا وده بيخلي عنده بيزك كده يبقى الموضوع بالنسبة له سهلة جدا انما لو ما اسستيش الحاجات دي لما يطلع ياخد ساينز هيبقى الموضوع بالنسبة له مبهم يعني تمام يلا بينا مع بعض هنتكلم النهاردة عن المطر السحاب البراك تمام بالنسبة للرين ممكن اقوله تعريفات عن الحاجات دي او اقوله جمل بسيطة عن الحاجات دي فانا هاديك الاتنين اول حاجة يعني المطر ايه هو المطر المطر ده مية جاية من السحابة فاقوله له ازاي هاقوله rain water from a cloud يعني مية من السحابة طيب بالنسبة للكلاود ايه ايه الكلاود دي السحابة دي عبارة عن ايه عبارة عن كتلة مية كتلة ماء اقوله له ازاي هاقوله ان الكلاود دي ايه mass of water تمام كتلة من الماء بالنسبة للبودل اللي هي بركة المية هاقوله ان هي عبارة عن حمام سباحة صغنطت مش لها اللي بتنططه فيه يبقى هو حمام سباحة صغنطت small pool of water يعني ايه حمام سباحة صغنطت طيب الجمل دي انتي شايفانه هو لايه يستعبها الطفل عايز اقوله جمل اسهل شوية هقوله ايه هقوله ان الكلاودز السحب بتصنع رين المطر الكلاودز السحب بتصنع المطر كلاودز وهقوله جملة تانية الرين اللي هو المطر بيصنع بودل بيصنع البرك رين ميك بودل طيب والبودلز اللي هي البرك كام فروم يعني بتأتي من الرين بتأتي من المطر يعني البرك بتأتي من المطر بودلز كام فروم رين يبقى انت عندك دلوقتي ست جمل شوفي الاسهل بالنسبة لابنك الاسهل اللي استعب ويعرفها اول تاني الجمل بتاعت التعريفات الرين هقول يعني ماء من السحاب وبالنسبة للكلاود هقول كتلة من الماء بالنسبة للبودل هقول دي عفوا دي التعريفات بتاعتهم الجمل الابسط شوية هقول لهم السحب بتصنع المطر والرين ميك بودلز ان المطر بيصنع البرك والبودلز البرك دي بتنتج عن نتيجة ايه كام فروم رين بتيجي من المطر ويا رب بكون فتكم في الموضوع دوت وما تنسوش يا جماعة الشير واللايك والسبسكرايب والحاجات الحلوة دي للقناة عشان نكبر بيكم وكل يستفد وشكرا جدا لمتابعتكم شكرا للمتابعتكم شكرا للمتابعة